ألفوا موضوع ساهل تضرب تلفون حسل يا ناسة اليوم التالي أسدي الكتب الخبر دمنه في جريدة بالبونطة العارض منه ألفوا المعيد براهو ألفوا صحفي في زول صاحبه جاءوا ديليفري الجرائد بتنزل اعتزار بكرة ما نزل اعتزار ولا ما فتحت فيهم بلغ أنا ما حخليك أنا كلمتك قلت لك جولتي معك ثلاثة مرات التالتة بجيبك الواطة حجيبك الواطة أنتوا لازم تحترفوا لازم تغيروا ما حخليك ما حخليك عندك خيارين بكرة جرت اليوم التالي تنزل اعتزار رسمي في الصفحة حقته بل عنوان الأحمر أنه أنت ما تكلمت معاهم أنا الطيبة جابت تاني خبر أنا الطيبة جابت خبر عثمان مرغني قال لك علق طبعا عثمان دخلوه نجيبه بكرة السبت نلمهم كلهم رئيس تحرير صحيفة التيارة عثمان مرغني معلغا على تعميم مكتب الناطق باسم القوات المسلحة حول نفي تصريح منسوب للناطق بشأن نفي دخول مجموعات مسلحة الولاية الخرطوم عثمان مرغني قال شينو ده في الحدث السوداني دي غنى معروفة وموسغة ما في طريقة نكران قال هذا تلميح خطير للقاية بالتحديد عبارة تأكيدنا على حكمة وصبر ومتابعة قيادات القوات المسلحة طبعا انت عثمان مرغني لأنه كيسك فاضي كيسك فاضي رجل المخابرات مرسولة المخابرات كيسك فاضي العبارة المخيفة ما انه هم قالوا تأكيدا على حكمة وصبر ومتابعة قيادات القوات المسلحة ده خراب الساعة هتابعوا سنقوم العبارة الخطيرة وين عثمان مرغني العبارة الخطيرة قال نفي دخول مجموعات مسلحة الولاية الخرطوم ده ناطق رسمي باسم القوات المسلحة وزارة الدفاع المجلس السيادي القوات المشتركة الإطارية الدولة فيها تمانية يوش بيقول ينفي خبر دخول مجموعات مسلحة ما سماها احنا ما قلنا لك مجموعات مسلحة قلنا تاتشارات الدعم السريع سميها لو راجل سميها لو انت دار تأمين الناس تقول لي مجموعات مسلحة مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة ليك يعني ما تطلع تقول انا ما قلت انه في عربات بتاع الدعم السريع خشة الخرطوم قول الكلام ده عديل تقول لي مجموعات مسلحة 9 طويلة 50 طويلة 100 طويلة دي ولا دي شنو ناطق رسمي ما قادر تسمي الحاجة باسمها بتخاف من منو انت احنا قلنا في عربات بتاع التاتشارات الدعم السريع فيديوهات معنونا كيدا اكتب في جوجل في يوتيوب في الفيسبوك اكتب في تويتر مكتوب دخول مدرعات دخول تاتشارات دخول اكتبك اذا حاجيك الدعم السريع تطلع تقول انا ما قلت في مجموعات مسلحة دخلت الخرطوم والكلام ده منسب لي وإحنا جاهزين جاهزين ما تهددني انا ما تهددني خضيتني اهناي قوم بكرة الصباح اضرب لوكيلة المعلوماتية جيب جريت الراية التيار وجيب جريت اليوم التالي وجيب جريت غنات طيبة لو انت راجل واحد الخبر ده اللي انت قلته يزال ساري صحيح ما لم تنزل جريدة اليوم التالي بكرة احتزار عنه غير كده بالنسبة لي انك قلت في مجموعات دخلت وقلت دخلت بعلمك حس احنا هنخش الموضوع التاني دارين منك سعدتك والحاج جاوب لين على انه الانتشار الامني في الخرطوم سببه اشنو دخلت مجموعات ما دخلت مجموعات اشاعات ما اشاعات دخل له انا حسلك سؤال مباشر في انتشار امني للقوات المسلحة في الكباري وشفنا المدرعات بتحوم ونقاط التفتيش بالليل زايدة فيشنو انت بتفتشوا فيشنو احدد لي اللي جرام الحاجة الخايف منها التأهب حالة الاستعداد انا عارف ضباطكم ديال اربع يوم ما رجعوا بيوتهم انا عارف والسودان كله عارف السودان كله عارف انه كنتوا استعداد وانت زاتك بتكون قاعد استعداد بتفتشوا فيشنو منتشرين امنية اللي شنو ترج على غنبتا طيبة ترج على اليوم التالي طيب هنا غنبتا طيبة نزلت لكم تصريح الناطج باسم القوات المسلحة النبي العبدالله ينفي ما نسب اليه حول نفي الجيش دخول مجموعات مسلحة الولاية الخرطون الكلام ده خطير جدا طبعا حسي على انه هو اتوا ما فهمين هو بقول فيشنو وانا ذاتي ما فهم ده حركات الجيش الناطج الرسمي باسم القوات المسلحة النبي العبدالله ينفي ما نسب اليه حول نفي الجيش دخول مجموعات مسلحة الولاية الخرطون انا حسي دار افهم انت نفيت انك قلت البيان كله مبارح ما صرحت انت يا نبيل الجيش حتى الان ما صرحت ثلاثة اسابيع ما وريت الناس انكم متحملين المزئولية وانكم انتم عارفين الحاصل في البلد توررونا ولا انت نفيت بس الحتة الصغيرة بتاعتين وانت سابلك قول انك قلت ما في مجموعات خشت ما في حاجة اسمها مجموعات مسلحة السودان ما في حاجة اسمها مجموعات مسلحة لازم تعرفها حركة مسلحة متمردين موقعين على السلام جيش دعم سريع جهاز امن ومخابرات ابو الطيرة تعرفها ما ممكن تناطج رسم تقول لي يا اخي انا بالله ما قلت في مجموعات مسلحة دخلت الخرطون لا لا راجين لك تقول مجموعات مسلحة لا 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 راجين لك يعني راجين لك حس تقول تعرفها انت سمحت شنو اللي شاعة قالت شنو اللي شاعة اللي شاعة قالت عربات بتاع الدعم سريع واحد امبارح انا برضو بتتكلم قلت يا اخي تفوق الجيش على الدعم السريع بالمدرعات والعربات ذات الدروع وكده يعني والدعم السريع السلاحه دوشكا وانت فاهم وانا فاهم وكل الناس فاهم انه الدعم السريع سلاحه ما دوشكا الدعم السريع عنده صواريخ الدعم السريع عنده مدرعات واحدة من الحتات اللي انا تكلمت عنها قبل ثلاثة شهور الموضوع بتاع مركز الدعاء بتاع جنوب الخرطوم والمنطقة من جنوب الخرطوم حتى الصفارة الامريكية وبتكلم انه حميت بيستولى على الاراضي دي حميت بيستولى في الغيادة حقته من جبل اوليا وحميت بيستولى على المراكز بتاع الدعوة وخط فيها مدرعات وقدي تكون عددها حتى حميت بيستولى عنده مدرعات في مدخل الخرطوم الجنوب عنده في مدخل الخرطوم الشمالي في قر عنده وحميت بيستولى صواريخ سام سبعة مضاد للطيارات عنده فاذا لا عارف المعلومة دي لو ما عارفين عارفوها يعني عشان بس بعدين ما لما تلبسوا الحيث تيجي تتجرسوا الحاجة التانية تكلمنا انه احنا دارين صورة حميت تي والبرهان حاضنين بعد يشاء الله عز وجل مبارح صفة انه حميت تي يلاقي البرهان في مناسبة الزواج بيت البروفيسور سليمان صالح فضيل كلنا بنعرفه انت ذاتك عزيزة المستمع بتكون فحصت الفضيل انت بتكون ولدت الفضيل انت عملت قصطرة الفضيل زمان ما كانت في غير الفضيل في عبرة مبارح انا شفتها عبرة عجيبة سبحان الله دنيا عجيبة الله عز وجل قال يهب الملك ايزي يجيك ساهل وانت نايم صحوق هيا عملنا انقلاب هاك السلطة ينزع شوف بينزع حتة حتة النازع عجيب امسي اجتمع البرهان وحميت تي كانوا حاضنين بعد بس في النص الفضيل كان يلميهم الفضيل طبعا عنده يعني هو زل من قبيلة المسارية رأس مالية وعنده علاقات جرابة مع ابراهيم جابر ونسب وصهر وعنده علاقة مع حماد دي انت فضيل رمزية لطلابك وكده ونبارك لي بيتك بارح اجتمعت الدنيا كلها باطايبة ومكرهات في الزواج دي والرسالة للبشير البشير احنا كلمناه وقلنا لو احنا مية نفر بندع عليك ربنا سبحانه وتعالى يرينا فيك آية وتشوف اي حاجة عملتها فينا قبل ما تموت ويميتك على سوء الخاتمة حس كله ماشي تمام بارح الناس دي برقصوا واحد اسمه حمايتي البشير جابه سماه حمايتي والتاني اسمه البرهان البشير رقاه بقاه في اللجنة الامنية وتجاوز له عن اخطاء لقرابة وعلاغة والتاني اسمه دكتور في ضيل قفلوا لي وجه مستشفى الخرطوم دي لما الناس بيقيفوا فيها بس صفوف في ضيل بس الشغالة الشارع الوانوي ده عشان في ضيل البشير خشاها كم مرة يا في ضيل البشير جاوز لك كم جهاز جهاز بتاع الانف والوزن والحنجر اللي كان واقف عشان حيعالج الناس مجاني عشان انتوا عندكم في مراكز كون ده كلام احنا ما وقت لانه المناسبة انت مبارح البشير اتعارف انه اخوه مت كان بيغني للبشير حسين شندي لما كان بيغني للبشير والكيزان حسين شندي ده بيقى زي رئيس الوزراء ما بيغني في مناسبة ما بيجي بغني ما بغني حسين كانت بتغني ندى القلعة اللي غنت ليه صلوا دخلوا بالجمعة العصر يا جناي ندى القلعة اللي كان بتخشقوا صورة البشير وتطلع واصحابه غنت ليه ليه محمد البشير اللي مبارح مادة ولا محمد حسين ده المادة اخو البشير بتكون غنيت ليبنات وكده فالدنيا اجتمعت مبارح سبحان الله الدنيا الجديدة بروفسر فضل اللي هو رمزية في الطب والانسانية هو الان في العلاقات الاجتماعية الجديدة بورونا في رموز الدولة يعني انا محتار انت كنت موقع توقيت زواج بيتك دي مع عودة حمدتي والبرهان من بره ولا انتو الطبقة العليا الجديدة دي بيتعرس وبتل احنا ما سمعنا دعوة ولا شفناها صدفة يعني البرهان ما كان في السودان وحمدتي ذاته ما في السودان وبالشاكل اليوم كله ابو يتمعوا في مصلحة الدولة ابو يتمعوا انه يتخذوا غرارات في مصلحة المواطن ابو يتمعوا يطمنوا الشعب السوداني ابو يتمعوا ومبارح كان في غرار تمديد عقوبات السودان تاني يطلعوا ميتينة تاني هم بالليل عادي يقول لك الناس يقول لك في الميديا صراعون وهما في الواقع سمنا على عسل زي الكاتب الاسم ابراهيم بطال لا لا ما سمنا على عسل يا زول مبارح يتمع العالم كله طلع غرارات عقوبات على السودان يطلع ليني البرهان في بيان عاجلة وريني انهم هم عملوا كده ومعالجة الموضوع يكون تمنس ونحن بيعنا ديننا وبيعنا بلدنا وبيعنا عرضنا وبيعنا عرضنا في خمسة سنين وفي النهاية النتيجة واحد طلع جرد قلم قال لي اخي انا ما بعمل لكم الكلام تطلع لها برهان تلاقي حمدتي وتحلوا إلا لأنهم كون قويسين انا ما دار بقواساتكم حاجة انا ما دار بقواساتكم حاجة دكتور فضيل انا ما دار بقواساتكم حاجة انا بس انا وريكم الدنيا دي بيكون شكلها كيف الخمسة اللي كانوا متمعين ومبارح دل كانوا كلهم تحت خدمته البشير ومبارح البشير اخو مات واحد فيهم اجل عريس ولا عمل فاحزين ولا نزل نعي ما في زمان تكون في مستشفى شارع الخرطوم دل بشير داخل فضيل ماش يزور زول الشارع يتقفل عندك زول غسل كله تموت واقف فيها مجاد عينك تطلع داخل البشير البشير لانو زول طيبان بتاع زيارات اتا ما صنعك البشير ده يا فضيل صنعك البشير ده اتا يا برهام ما صنعك البشير اتا حمايتي كمسميق حمايتي اتا انا دا القلعة لو ما البشير بتطلع الينا في رأسنا كده تيجع لنا كده تقول لي يا اخي الشريف مبسوط مني وخذت فيديوك بتاع الدولارات اتا ما كنت سلطة انت زيك وزي وزير الصناعة بتتخذي غرارات في الدولة دي الدولة لانو كان حاكمينها قاعة المدينة احنا قلنا نغير الحاجة دي اخواننا ما في السورة بدون توزيع السروة وسلطة عادل ما يبقى ما عندها معنا لكن حسي تاني لفت لفت تاني في ضيل اللي قعد مع حمايتي في ضيل اللي قعد مع حمايتي في ضيل لصالح حمايتي والبرهان ده السودان الجديد دي الرمزية ودي الغيم دي الرمز المجتمع اللي بانتظروا لنا المناسبة تقفل الشي حمايتي الحاجة دا رقول اليكم انا بطلع لايب بكرا ان شاء الله مفصل حق السيب اتحقنا بكرا استاذ واجدي انا جايك انا مقصر اجتماعيا في حقوق ناس كتار يعني فانا عارفك مسيحة مصر عيان وكده وده ما ظرف يعني ولكن بكرا جايك واجدي وساز مدني في قطر برضو جايك الحاجة دا رقول اليكم اخواننا اسمعوا مني باختصار انا خايف من شنو انا خايف من سقوط الخرطوم خبر دا سمعتوه قبل كده طبعا كتب في الجراءة سقوط الخرطوم 2005 2008 كتبت عنوان سقوط الخرطوم وتشبيهها بالسقوط بغداد انسى دا كله اسمعني انا خايف من شنو انا خايف من سقوط الخرطوم واختفاء الجيش السوداني ما حتبقى واحدة ما حتبقى واحدة ما جاية واحدة ما حتسقوط الخرطوم والجيش قاعد هجيبوها مع بعض اسمع سقوط الخرطوم واختفاء الجيش السوداني انا ما ادهر منكم حاجة كتيرة انا دهر الناس يا اخواننا تطالب بي حاجة نقطة واحدة تمسيكة ما نشتغل بي حاجة غير دارين حاجة معينة نحدد بس الموضوع دا يتم احنا نتكلم عن الموية قاضعة من البيوت ثلاثة يوم ده ما خناك ده ما زول بيحصر فيك انا بتكلم عن ترس الشمال يا اخواننا عنده مطالب ارفع قلت لهم يا ترس الشمال لالليلة برهان ما سمع بي خبركن ثلاثة شهور انتوا قافلين للشارع ليه؟ في قصور حاصل اول ترس ده وراء وجهة ما طبعا هم الناس الشباب اللي بيقيفوا في الشارع مناضلين واقفين وما عندهم يعني كلامي ده بالنسبة ليه هم مهين وكده يعني احنا بنضحي للبلد انا ما قادر استوعب الكلام قلت لك يا اخي رسالتك ما وصلت البرهان معناه في خلل في التوصيل انت كيف قافل للشارع ثلاثة شهور رئيس الدولة ما اشتغل بيك ولا سمع بيك ولا رسل لك وفدي يا اخي انا بشوف في ولاية تانية حمالتي ما شكعت في جنوب كردفاء جنوب دارفور ثلاثة شهور يا اخي انا بفتح صفحة الدعم السريع حاسي الدعم السريع الليلة موزع خلاوي موزع مدارس الليلة الدعم السريع في مشروع عبدوخن مشروع زراعي الدعم السريع الليلة الدعم السريع منزل بيان بتكلم عن انه تأمين الحدود مع افريغيا الوسطى افريغيا الوسطى وتجارة الحدود مع افريغيا الوسطى حيفتح الدعم السريع بيغرر بدون ما يرجع لمجلس سيادة مجلس الدولة احنا قفلنا على حدودنا مع افريغيا الوسطى الماسك الدعم السريح هناك انا ده كلامي هنا انت قافل ترسك بتاع الشمال انا فاهم قلت ليه ده راح حافظ على ثروات السودان انا كلامك ده بالنسبة ليه مالاكي براسي ثروات السودان اللي بتطلع باين الجاية منياتو حتة ده كلامي انا دارك تركز بالراحة بيجاي بيفتح الحدود وبتاجر تا افريقيا الوسطى وبغرر الدعم ويجاي بيجبقوك الشعارات الكبيرة ترس عشان نحافظ على ثروات السودان يا اخي الليلة دي حلفة عندها مشكلة بتاعت مشاريع اهلية قلعت منها الحكومة وقالوا له ان يا اخي دي بي اسم الحكومة وحنديها لمستثمرين انت عارفهم من وين من مصر فانا بقول لك انت فيه خلط حاصل انا داركم تركزوا يا اخوان انا ده كل الموضوع حقي انا ده ما عندك معي الشغلة انت اعمل الحاج الصح وركز في هدفك ويجيب مطلب بس ده ما وضوعي بسيط ما تقول ليه انا قاعد احافظ على ثروات السودان دي ما شغلتك ما تقول ليه انا بحافظ على ثروات السودان دي ما شغلتك السودان كله يا يحافظ على ثرواته يا تتفتح كلها الكلام ده واقع عليك ما ما ممكن انت تكفل حتة وتدور ناس معينين وتعمل خناق اقتصادي وموية ما فيه وكهربة ما فيه وشغل ما فيه ومدارس قافلة في حتة معينة وحتات تانية شغلة انا الكلام ده ما واقع ليه لانه لما انتكون في مشكلة في دارفور حمدت بهم شجوع ثلاثة شهور انت يوم واحد البرهان ما جاء في خبرك ما رسل ليك عسكري سايسي معك انتقافل الترس لشنو يبقى فيه خلل في الموضوع الواقف وراء الترس ما انت المدور الجيش ما البرهان الواقف والصانع دعم السريع ما حمدتي انا دارك تعاين ما بعد الحاجة وقعت ليك الكلام اوضح من كده يتقال كيف الكلام اوضح من كده يتقال كيف لما انترس الشمال ده عمل معاه ترس الشرك احنا من اوائل الناس ادعمنا ترس الشمال ما حاقول لك انا سيد الفكرة ايه رأيك كان معاه ترس شغال عنده مطالب الحكومة تهزت بدت تستجيب جاءوا المحزبين مسكوا الموضوع بيقى معا ليه انت تكفي للشاحنات من مصر وتخلي البصات تمشي مصر انا دارك تشرح ليدي طيب اشرح ليدي ليه البصات بتمشي مصر فيها تجار وفيها طلبة وفيها ناس حيمشوا يؤجر شالين ضلارات حصرفها في مصر ده كله انت بتخليها تمشي لكن الشاحنات بتوقفها انا دارك تسأل روحك ليه مصر مسيطرة على السودان ومدور السودان موضوع ده من سنة 1800 تمام ده موضوع ما بتعلمني ليه وانت ولا بتوريني ليه وانت ولا قلت قبالي ولا انت عارفوه اشنو كلامي بس انا بسألك اسئلة بسيطة الاسئلة البسيطة يا سيد الكريم الترس ده الترس الحسي ده ليه انت بتخلي البصات تمشي فيها بضايع بتمشي وفيها تجار شنطة وفيها لوبة وفيها عدس وفيها زي السمسم دي ما قروش والناس حالين قروش حيصرفها في مصر سكن ويجار وتعليم وعلاج مليارات دي والبصات شغالة انت بتوقف الشاحنات بس لما نجي نتكلم عن المخزون الاستراتيجي بلقى محاصيل مزروعة في حتة معينة وزير المالية قال انا ما بشتريها الزول هيعمل شنو شغالة الجمح بتاعه هيصدره انت قفلت للشغالة هيصدره ببرصدان والسنة الجاية ما هيزرع الجمح السنة الجاية ما هيزرع الجمح لما ما يزرع الجمح انت حتمشي تبوس البوت بتاع حيمتي ده قراءك فوق رقبتك انا بقول لك في حاجة بتحاك يا اخي براحة فيه شجرة قاعدين يقلعوا فيها من تحد عشان انت صقت الدولة بتعمل ليها والحا تضرب المنشآت الحيوية بتمسك الكهرباء الموية ما فيه مواطن دار طلع يتكلم فيه موضع الموية الموية ده علاقة تسبب الفلول شنو انت موية تقاطع ما قادر تتوضى ياخ تتوضى شنو انت الحمام ما قادر تخشه ياخ ده سبب كافي بوديك محل الموية ينت وثلاثة اربع جيران ما دار تتوحد فيه الحاجة دي انت سمحت له ويتمادى ويتمادى وانت دافع مقدم يا خاسل بقول لك المخزون الاستراتيجي الحكومة قالت ما بيشتري من المزارع اسمها محاصيل استراتيجية يعني لو ما فيه جمحة الدولة بتسقط هم عارفين الكلام ده ولا عندهم فيه مشكلة بيطلعوا بصرحوا لينا ان احنا والله الاطاري ما الاطاري الاطار ده انا ما شغال بكتير الاطار انا ما شغال بكوي انا شغال في حصار الدولة دي شغال في سقوط الخرطوم واختفاء القوات المسلحة شغال الساعة اثنين ظهور شفت لما انتقوا مدانة دي كلكم بتعرفوا الله واحد الوقت داك كلام دا حسي بتاباه وتجد عالي وتطلع لي عندك عالي ورد رود ما عندك قفل بلاحتك الحاجة التانية السيدة الناطق الرسمي الادى اوامر تحرك للقوات دي منه حسيح كده انت توردت معي تقى ان انا زول ايزي مش يا اخوان انا قوات المسلحة زول ما ماخد له دورات وما ماخد له هيا ادعم اه شنو اه هيا اه شنو هيا اه هيا اركان وما ماخد له ردب الليوة وما ماخد له عليك انا ما تخلي طلعي اتلاعب معي الزول بالمناسبة كيسوا فاضي حسيح هو اعترف ليه اعترف زريف ولطيف اخر اللقاح هنقوله هو قال يا اخ انا ما قلت بس نعيده تاني يا نبيل بول بول عرف ليه همنو الدخلت دي اللي انت قلت ما نفيت كلامك ده يعني دخلت عرف ليه همنو والدينامرا التحرك حقه عشان انا اسكت واطمين واسمح كلام بقال اللي بيقول انه في خلاب بين حميتي والبرهان في الميديا لكن هم في الواقع سمنا على اسل وحاجة بيحبها بقال دي احنا كلما وفرضنا عارضة بدون ما تفكر حاجة بيحبها الرشيد مركوبتة عارضة حاجة بيحبها حمدوك تعارضة ولا تتلفت دي المعايير زي وشهم لا قيم لا اخلاق لا دين